السلام عليكم. اللي احنا شايفناها قدامنا دي كارتة اشارات بتاعت مكنة ام بي سي تلاتة خمسمائة. المكنة دي كان فيها عطل اللي هي ازازة الحبر بتاعت اللون اللاحمر وازازة الحبر بتاع اللون اللسود ما كانوش بيليف. الاساس بتاع العطل ان الكاراتش بتاع اللون اللاحمر والكاراتش بتاع اللون اللسود اللي اتنين ما كانوش بيجي لهم اشارة كهرباء من كارتة الاشارات. تمام? يبقى الكاراتش بتاع اللون لاحمر اللى زرق اللى اتنين دول متوصلين على كارتة الاشارات والكالاتشين دول فالطبيعة واحنا شغلين بيجيننا علامة حبر وسبب علامة الحبر ان الكلاتشين مششغلين. يبقى العب عندنا في كارتة الاشارات ولما بدلنا كارتة الاشارات العطل راح والقالاتشين رجعوا اشتغلوا تاني وهنا نقدر نقول هل في حل معنا نقدر نحله مع كارتة الاشارات دي عشان نرجع نشغالها تاني تمام. في جزء كبير من الاعطال في كارتة الاشارات خاص بمجموعة ايسي هات بتاعة المخارج يعني ايه ايسي هات المخارج تقدر تقول ان دي زي سويتشات بس السويتشات الكترونية مش ميكانيكية عن طريق ان هي بتفتح وبتقفل فبتوصل وتفصل الطيار الكهرابي على المكونات اللي راجب عليه زي المواتير والكراتشات والسونولايدات ولو في مكون كهربائي تاني زي ان هي بتتحكم في اللي بدوره بيتحكم في اللمبة السخان تشتغل او تفصل تمام فالمعنى هنا اللي احنا عايزين نفهمه ان في مجموعة سويتشات الكترونية هي المسؤولة عن فتح وغلق الطيار الكهرابي على المكونات الميكانيكية او حتى المكونات الكهربية التانية ازاي نقدر نميز السويتشات في الكارتة دي اول حاجة انا حب ايه ان احنا نتعرف بصة سريع على مجموعة المكونات بشكل بلدي اللي احنا شايفينها قدامنا على الكارتة شايفين عندنا هنا في اربع مربعات كبار في النص اللي هم الا ربع مربعات اللي احنا شايفينهم ادي واحد ودي اتنين ودي تلاتة ودي اربع�� في العموم بنطلق على الحاجات السودة المربعة اي ان كان حجمها اللي بتبقى موجودة على البرداء زي الاشارات او البياي سيو او اي برودة تانية بنطلق عليها اسم الاي سي او الاتشباية كل اي سي منهم بيبقى ليه استخدام معين وممكن في البردة بتبقى شايلة مجموعة ايسيات كبيرة كلها باستخدام واحد يعني احنا لو فهمنا اي سي واحد منهم ايه الهدف من استخدامه بناءا عليه احنا ممكن فهمنا حوالي 15 اي سي هنا بيعملوا ايه ولما العطل بتاعهم ييجي ممكن يبقى لنا شكل من اشكال الاصلاح فاول مربعات قدامنا اللي هما الاي سي هات دي دي بتبقى يسمها مايكرو كنترولر المايكرو كنترولر ده تقدر تعتبره زي البروسيسور في الكمبيوتر تمام او تقدر تعتبره كمبيوتر كمان كامل وحدة معالجة مركزية كاملة تقدر ان انت تحبت عليها برنامج وتوصل عليها شوية مكونات والمكانة بناءا عليه تقدر تفتح وتقفل الطيار الكهرابي على شوية مكونات تحرك المتور ده الاول وبعد كده تحرك السنورلايت ده بعديه وبعد كده تحرك الكراطش ده عن طريق ان هي توصله او تقطع عنه الطيار الكهرابي فبتتحكم فيه ان هي تشغله او توقفه تقدر تقول عليه العقل بتاع البردة يعني البردة دي يوم متوصل عليها شوية مواتير وشوية سونالايدات وشوية حساسات. العقل ده بيكون متبرمج ان انا لما يجيلي اشارة من الكارتة الرئاسية بتاعت المكنة ان اسحب ورقة اي فور او تلت ورقات اي فور عارف هشغل كم مطور بوقتي قد ايه وكم سونالايد وبالتزامن بحيث ان اربع ورقات اي فور يتسحبوا من الدرج ويوصلوا مسلا لمرحلة الطباعة او ممكن تكون الكارتة دي مسيطرة عن مكنة كلها فان هنا الوردر بيبتدي من ان الورقة تتسحب من الدرج لغاية لما تخرج برا شامل ان الشحن يتفتح على الضرام والدفولبر وهكذا. المهم يعني ده المايكرو كنترولر ودي الوظائف بتاعته ان هو بيتحمل عليه البرنامج بتاع المكونات اللي ركبه على الوردة كل مكون هيشتغل ويفصل امتى. المايكرو كنترولر ده زي اي اي سي نقدر ان احنا نشوف الاراية بتاعته ونخش على النت ونعرف الوظائف بتاعته الشكلة عامل ازاي تمام يعني هنا الاي سي لما هيجي نقرب منه تمام مكتوب عليه اركام واضحة اقدر استخدم الاركام اللي موجودة على الاي سي دي واخش شو اعرف الداتا شيت بتاعته بس الموضوع ده بيحتاج يعني ايه حد يكون فاهم شوية في الالكترونيات عشان يقدر ان هو يفهم الداتا شيت بتاعته فابنان عليه المايكرو كنترولر احنا لو حصل فيه خلل في البرنامج اللي فيه فاحنا عن طريق ان احنا بننزل صفت خاص بالكارتا دي فاحنا كده خلاص ايه ضيعنا الخلل في البرنامج انما المايكرو بروسسور في حاجات حرقت او تلفت فديش ايه خلاص دي كده هنضطر ان غير الكارتا عنده فيه ايه مكونات الكترونية تانية او ايسيهات تانية موجودة هنا على الكارتا في عندنا شوية ايسيهات شبه بعض كده زي الايسي ده او الايسي ده او ده او ده او ده وده 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 وكمان نفس ايسيهات بتنفس نفس الوظائف بتاعتهم بيبقاء ده بس بشكل تاني مختلف بيبقوا شكلهم صغير شوية تمام لو هنقرب عليهم عشان يبنيوا اكتر تمام شوية الايسهات الصغيرة دي تمام زي اللي هنا وزي اللي هنا برضو اللي حجratos العامويじتasting كالعين الذي اعرففظه tpc او الーダوز MC risk investing like falcon ايسهات الارضReguy ايسهت مصمبش Thus Probably بس احنا عشان نعرف وظيفية الرايسي بذبط لازم ناخد الرقم بتاعي تمام وبحث عنه ونعرف بن t Bomb بتاعته هو وظيفته ايه تمام فبناءا عليه الايسيهات دي معظمها وظيفتها سويتشات الكترونية تمام او مداخل معظم الايسيهات اللي شفناها قدامنا دلوقتي دي المايكرو كنترولر بيستخدمها كسويتشات الكترونية مين اللي بيتحكم في الفتح والاف بتاع السويتش ده هو المايكرو كنترولر والسويتش ده بيفتح ويقفل ايه بيفتح ويقفل الطيار الكهرابي اللي بيشغل ماتور او اللي بيشغل الكلاتش او اللي بيشغل سورون لايت فبناء عليها الكلاتش او الماتور او سورون لايت ده هيشتغله vorbei تاني ممكن الميكرو كنتورولر يفصل السويتش ده عن طريق نفس الاي سي لو في مشكلة او اي قفلة حصلت في ماتور او في او في الوصلة او الكابلة بتاع الماتور او القيلاتش او اي ان كان المكون اللي راكب على الاي سي هات دي فممكن الافلة ديه تتسبب في ان الاي سي ده يضرب. فبناءا عليه هيجي لك عطل زي اللي بيحصل في الكارتة دي بالزبط. ان الماكنات تكون شغالة وكله زي الفل بس في مكون واقف نتيجة ان الكلاتش او المطور بتاع واقف فبناءا عليه في خلل بيظهر. يعني المطور اللي وقف ده بيتحكم في حركة ايه? بيتحكم في حركة ازازة الحبر يبقى ما فيش امداد حبرة هيحصل يبقى هتجي لك علامة حبر. بيتحكم في حركة الورقة في مصاري الورقة يبقى اما الورقة هتيجي عنده وتلاقيه واقف الورقة هتحشر. هنا في الكارتة دي الاي سي اللي شغال كسويتش الكتروني واللي حددناه ان هو تالف او بايز ومحتاجين ان احنا نغيره وهو الاي سي ده. تمام? وعرفنا ازاي ان هو ده الاي سي المسؤول زي ما احنا شايفين كده السوكت اللي جنبه. اثار الانفجار او الحرق اللي حصل في الاي سي طالع على السوكت اللي جنبه وطبعا على البنيات ذات نفسيها لو اتفرجنا عليه هنلاقي فيه اثار حرق. تمام? اعرفنا ان ده الاي سي اللي مسؤول عن تشغيل الكارتشين بتوع الحبر بتوع ازاستين الحبر الاحمر واللي سويت. تمام? فبنان عليه الاجراء الاصلاحي دلوقتي ان احنا نغير الاي سي. طيب الاي سي ده هنجيبه من اين من خلال الرقم بتاع الاي سي نقدر ان احنا نشتريه او لو احنا موجودين في المجال والمهنة دي وعندنا كارتات تانية بتاعت مكان تاني او موديلات تانية. نقدر نطلع من عليه نفس رقم الاي سي ده. حتى لو موديل اقدم منه او موديل احدث منه على حسب الكارتات المتوفرة اخلع منه الاي سي ده واركبه في مكانة تانية. تمام? طيب احنا عايزين نرى الاي سي ده دلوقتي رقمه كام عشان نشوف كارتة تانية. تمام? ونعمل العملية دي عليها. تي دي ستة الفين وثلاثة اي بي جي. معنا هنا كارتة تانية كارتة اشارات برضو بتاعت مكانة ام بي سي الفين خمسمية. يبقى الكارتة الاولنية كانت بتاعت مكانة ام بي سي تلاتة خمسمية. دي كارتة بتاعت ام بي سي اتنين خمسمية. هنشوف كارتة الاشارات دي ما تختلفش عن كارتة الاشارات دي حاجة برضو هنا في الاتنين مايكرو كنترولر تمام? الكارتة التانية كان فيها اربعة مايكرو كنترولر. وبرضو في نفس الاي سي هات بتاعتنا اللي هي اللي شغالها سويتشات الكترونية. تمام? طيب. لما نيجي هنشوف برضو في اي سي هات تانية معنا هنا اللي هي المسؤولة عن تشغيل الاستبر موتورز. تمام? اللي هي بتبقى الايسيهات اللي على الجنب دي تمام الايسيهات دي هي اي استيبر موتورز هو ده اللي بيبقى مسؤول عن تشغيله وهنا برضو هنلاقي فيه نفس النوعية من الايسيهات تمام دي برضو بتبقى مسؤول عن تشغيل الاستيبر موتورز تمام يعني ممكن لما يكون العطل معايا في المطور من نوع استيبر تمام ان انا اروح برضو الايسيهات دي هل الكارتة دي ممكن الاقي فيه عليه ايسي نفس رقم الكارتة دي اه طبعا ممكن علي اي سي بنفس الراكم اهو برضو معي نفس الاي سي هنا تمام هنحاول نبينه كده ايوه الاي سي اللي هو تي دي ستة الفين وتلاتة اي بي جي فنقدر ان احنا الكارتة دي لو مسلا في حاجة تانية بايزة فيها او كارتة عندنا منها بوفرة لدرجة ان احنا ممكن نرميها لا احنا ممكن نشيل الاي سي هات دي ونبدأ نستخدمها ان احنا نصلح بها كارتات الاشارات وده جزء كبير من الاعطال اللي بيجي في كارتات الاشارات مش جزء هاي اللي هو بيبقى مسئول عن كهرباء بتا المطور اتقطعت او الكارات بتاعت الكارتش اتقطعت بسبب الاي سي هات دي فاحنا دلوقتي هنفك الاي سي ده تمام اللي هو هو نفس النوع طبعا الكارتة من نوع مختلف بس الاي سي نفس النوع تمام هنفكه من هنا ونركبه مكان الكارتة التانية وتبقى كده الكارتة التانية تصلاحت واشتاجت اشتركوا في القناة